يحل العفو والإحسان والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملءها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جلات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد للصائمين وحورها تزداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوة اليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد تكلمنا في لقاء سابق أن رب العزة سبحانه تدرج في تشريع الصوم على عباده فأول ما فرض المولى سبحانه الصوم جعل للعبد المكلف رخصة في أن يفطر وأن يطعم مسكينا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم بعد ذلك كان الصوم فرض عين على كل مكلف ولكن كان الصوم على هيئة غير التي نحن عليها الآن فقد كان العبد المكلف يصوم منذ أن ينام إلى غروب شمس اليوم التالي وقد تبدل هذا الحكم إلى ما نحن عليه وذلك بعد نزول قول المولى سبحانه أحل لكم ليلة صيام رافث إلى نسائكم وكان لذلك قصة أوردها البخاري في صحيحه وهو يقص علينا قصة قيس بن صرم الأنصري رضي الله عنه وأرضاه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فقد كان قيس بن صرم يعمل فلاحا بالأجر في الأرض ورجع ذات يوم في رمضان بعد غروب الشمس إلى امرأته وقال عندك من طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وفي رواية أنها قالت ما عندنا إلا التمر قال قد احترق جوف من الطمر فذهبت تطلب طعاما له من أهلها فرجعت فإذا به وقد نام ومنذ أن ينام وجب عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن المفترات إلى غروب شمس اليوم التالي فإذا بامراته رجعت وجدته نائما قالت خيبة لك أي أسف عليك وأصبح يغدو إلى حقله وعند الظهيرة غشي عليه أغمي عليه من الإجهاد صام يوما بأكمله فغشي عليهم فأعجب ممن قالوا أن البدوي قد صام عاما وصالا وغيرهم الذين قالوا أن المروزي البطائحي صام سبع سنين وصالا الحقيقة هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه لما صام لليوم التالي على التوالي ولم يوبخه الصحابة ولم يعنفوه ولم يقولوا من من يصوه عاما أو حتى يومين فإذا بقيس بن صر ما قد غشي عليه فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الحق سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم يقول ففرحنا بها فرحا شديدا فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المولى سبحانه حينما أحل لهم الرافثا في ليل رمضان والليل كما هو معلوم يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر ففي أي وقت يحل للرجل أن يأتي هذا الفعل ما لم يكن معتكفا في المسجد ومن ثم فإذا كان الأمر هذا مباحا في ليل رمضان فإباحة الطعام أو الشراب من باب أولى وهذا ما يعرف عند الفقهاء أو عند الأصليين بدلالة الخطاب أو بالقياس الجلي فالمولى سبحانه يذكر الأعلى فيستغني بذكره عن ذكر الأدنى فالمولى حينما أحل الرافث في ليل رمضان هذا يعني إباحة الطعام والشراب في ليل رمضان وقد يذكر المولى سبحانه الأدنى فيستغني بذكره عن ذكر الأشد كقوله عن الوالدين ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما فرب العزة سبحانه حرم التأفف التدجر أقل أنواع الإذاء للوالدين فدل بذلك على شدة تحريم ما زاد على ذلك فاستغنى بذكر الأدنى عن الأشد ولما قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم دل ذلك بدلالة القياس الجلي أو بدلالة الخطاب أن الطعام والشراب مباح للمسلمين طوال الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم نزل بعد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فبين المولى سبحانه بدلالة المنطوق ما سبق وأن بينه بدلالة المفهوم واستقر الصوم على النحو الذي نحن عليه يصوم المرء منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يضيره إنما بعد غروبها بعكس حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ فرض الصوم فلو نام أحدهم لوجب عليه أن يتم الصيام وأن يمسك عن الطعام وعن الشراب إلى مغرب اليوم التالي كما كان من شأن قيس بن سرمة الأنصري فالحمد لله الذي علم ضعفنا ولم يكلفنا مال نطيق فلله الفضل والمنة والحمد لله أولا وآخرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالصوم تزداد القلوب محبة بالصوم يحل العفو والإحسان والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ترجمة نانسي قنقر